لقطة حلوة جداً لقطة فيها روح فيها إصرار فيها عزيمة على روح المكسب الروح المكسب اللي احنا محتاجينها في التسع ماتشات اللي جاية لا ارجعوني شوية وراء تاني لو سمحتوا عايزة جيب اللقطة من أولها شفتوا أليو ديانج خد الكرة من على التمانتاشر بسرعة وسبرينت علشان نحطها العالم معلول عامل أوفر عالمي بالنسبة لبواليا اللي حطت الكرة برضو نموذجية في السواني الأخيرة علشان يحق أيه من هنا من علي لطفي قال يو ديانج كممكن يبصيها أو يعمل هو الباص لا قطع مسافة حوالي ستين أو سبعين متر بسرعة بالكرة علشان يعملها العالم معلول وبعد ما صال العالم معلول بيكمل بعديه عشان نكسب مساحة أرض هي دي الروح اللي انا عايزة خلال الماتشات اللي جاية تسع ماتشات اللي جايين مهمين جداً بالنسبة لنادل أهلي وطبعاً بواليا بحطها بمهارة عالية جداً علشان الناس اللي كانت بتنتقد بواليا وتقول النادل أهلي اشترى صفقة لا ده النادل أهلي اشترى صفقة بيتخلص له مباراة بتلت نقاط مهمين جداً والمباراة دي بالمناسبة هتكون دي مباراة الدوري بإذن الله زي بطولة 2019 برضو مباراة سموحة لجيرالدو أحرص فيها الهدف في السواني الأخير فالمطلوب خلال الفترة اللي جاية أنا عايز الروح دي روح آليو ديانج روح آلي معلول بواليا لازم جمهور النادل أهلي لازم يدعم كل اللعيبة حتى اللعيبة اللي احنا ممكن شايفين مش في مستوى خلال الفترة دي لازم برضو محتاجة الدعم لازم دعم لعلي لطفي محمد هاني لازم نشيد بحسن الشحات اللي بدأ يرجع لفرمة ما شاء الله بيسجل هدف بيلعب في الحتة اللي قدام مسيمان يمحتاجوا علشان يغير طريقة اللعب ويحطوا في الباكرايت بيقدم نفس الكوة ونفس الأداء علي معلول محمد شريف مش عايز أنسح حد عمر السلية كل اللعيبة عليها مسئولية مهمة جدا المسئولية برضو على حمد فتح حمد فتح اللي بنقوله ألف مبروك على الزواج مبارح حمد فتحي مجرد أنه أعلن عن جوازه الناس بدأت تقول طب احنا في نص مشوار الدوري فين المسئولية اللعيب عليها احنا في مرحلة مهمة بالمناسبة عايز أقولكو على حاجة مبارح كان فيه تعليمات من الكابتن سيد عبد الحفيظ لكل لعيبة النادي الأهلي الساعة 11 محدش يكون موجود في الفرح مبارح دي مسئولية من مدير الكرة على اللعيبة علشان اللعيبة تعرف النهاردة لازم اللعيبة ترجع بيوتها علشان تنام بدري علشان عندنا تدريب ده بالنسبة للعيبة